موسيقى يجهل معظم الناس الأمراض والعلل التي يسببها التعرض المفرط لأشعة الشمس خاصة في العراق وفي درجات الحرارة اللاهبة التي تتجاوز الخمسين مئويا وبرغم الفوائد الصحية التي يحصل عليها الجسم من الشمس مثل فيتامين دي ومنافع نمو العظام وتقويتها إلا أن التعرض الطويل للأشعة فوق البنفسجية من الشمس يمكن أن يتسبب بأضرار خطيرة على الجلد مثل الشيخوخة المبكرة والتجاعيد الحروق، بقع الشمس وأنواع مختلفة من سلطان الجلد ويعد التعرض المفرط لأشعة الشمس من أكبر المسببات لظهور التجاعيد وخاصة إذا لم يتم تطبيق واق الشمس حيث تتلف أشعة الشمس ألياف الكولاجين المسؤولة عن مرونة الجلد مما يؤدي إلى ترهول الجلد وظهور خطوط التجاعيد كما تتسبب الشمس بظهور النمش والكلف حيث تقوم الأشعة فوق البنفسجية المنبعثة من الشمس في ترشيد الخلايا لإنتاج الميلانين مما يؤدي إلى ظهوره على الجلد وللعين نصيب من أمراض الشمس حيث يسبب التعرض المتكرر لأشعة الشمس في احتمال الإصابة بعتامة العين وهو مرض يصيب عدسة العين ومن أعراضه ضعف الرؤية والتحسس للإنارة الرقوية كما يزيد التعرض المفرط للشمس من إمكانية الإصابة بسرطان الخلايا الحرشفية أو ما يعرف بمرض بوين حيث يبدأ السرطان بإصابة الطبقة الخارجية من بشرة الجلد وخاصة في المناطق المعرضة لأضراب أشعة الشمس وإذا بقي دون علاج فأنه قد ينتشر إلى طبقات داخلية من الجلد وحتى إلى الأعضاء الداخلية ويوصي الخبراء بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة عندما تختلف درجات الحرارة من الخمسين مئوية كما ينصح باستخدام واق الشمس للحفاظ على البشرة والإكثار من شرب الماء تجنباً لجفاف البشر اشتركوا في القناة